الشارع العربي بأن الشارع بيدعو للتكاتف والوقوف خلف مصر في كافة خطواتها المتعلقة بملفها الرئيسي وقضيتها المركزية ألا وهو قضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة وأنا الحقيقة استخدمت الجملة دي بالضبط وأنا أعنيها مية في المية أما أنا للفارس أن يعتلي صهوات الجواد إحنا ترجلنا كتير أنا الأوان بقى أن إحنا نعتلي صهوات الجياد بتاعتنا يعني لازم العالم يشوف كويس جدا أن إحنا مش ضعفاء لأنه الحقيقة أن إحنا أقوياء المشكلة بتاعتنا أن إحنا أقوية ومش عاوزين نستخدم قوتنا وأنا هنا بالمناسبة مش بتكلم على قوة عسكرية ولا أنه يلا بينا نشكل الجيش العربي المشترك وهنروح هنحرر فلسطين لازم نبقى قد الموقف وفاهمين الظروف كويس هي دي السياسة فيه اعتبارات كتير تحول دون كل هذه الأحلام الرائعة بتاعت يعني خمسينيات وستينيات وحتى سبعينيات القرن العشرين مصر خاضت معاركها الحقيقة بمنطع الشرف كمجرة العادة وإحنا هنا بنتكلم على جيش مصر اللي هو ما حدش يعرف يتكلم عنه ولا ربع كلم وبتكلم كمان على الجيوش العربية اللي هي كلها جيوش عظيمة ومش مختلفين وبتكلم على شعوب عربية شعوب عظيمة إحنا جيوشنا من قلب شعوبنا والعكس صحيح شعوبنا هي جيوشنا يعني لكن اللي بتكلم عليه هو استخدام الأوراق والأدوات كيفما يجب أن تستخدم كفانة بقى انصياعاً ليه واشنطن بتقول لندن قالت برلين رأيها باريس شايفة العواصم العربية شايفة ايه بعد 76 سنة العواصم العربية شايفة ايه هل الأمن العربي مهدد في اللحظة اللي أنا وانت بنتكلم فيها يا فندم ايوة الأمن القومي العربي في هذه اللحظات مهدد أكتر من يمكن 15 سنة فاته مهدد إلى أبعد الحدود انت لو سمعتوا أو تابعتوا وشفتوا التصريحات بتاعت بن يمين نتانياه فردوا على جلنت هتعرف الأمن العربي مهدد إلى أي مدى الراجل بيقول مفيش حاجة اسمها حل الدولتين يعني بالبلدي ضرب الكرسي في الكولوب يعني مش حماس لا مش حماس طب فتح لا مش فتح لن أقضي على حماس استان لأأتي بفتح استان ده كلامه هل نزال في الزهن من يرى أن الأمن القومي العربي غير مهدد واحد بيقول أيوة أنا عاوز أحتل غزة وأن القوة الوحيدة اللي تقدر تحكم غزة هي الجيش الإسرائيلي ده من وجهة نظره فبيرد عليه جلنت وبيقوله دي خطورة أصلا على إسرائيل ترجمة نانسي قنقر